تدخل الصحافة اليمنية عاما عصيبا آخر في ظل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات حيث انعكست سلبا على الحريات الاعلامية والمؤسسات الصحفية والعاملين فيها فاليوم العالمي لحريات الصحافة الذي يوافق الثالثة من مايو يأتي والحريات الصحفية في اليمن تعيش أسوأ مراحلها إثر تزايد المخاطر على الصحفيين وتصاعد أرقام الانتهاكات بحقهم نقابة الصحفين اليمنيين رصدت في بيان لها أكثر من 1400 انتهاك طال الحريات الاعلامية منذ بدء الحرب أبرزها 39 حالة قتل طالت صحفيين وعاملين في مجال الاعلام الحرب المستمرة تسببت أيضا بإغلاق وتوقف 150 وسيلة اعلام محلية ومكاتب لوسائل اعلام خارجية بالإضافة لحجب أكثر من 200 موقع إخباري إلكتروني أما عن الجهات المرتكبة للانتهاكات بحق الصحفيين تأتي جماعة الحوثي على رأس القائمة حيث واجه أربعة صحفيين من أصل عشر مختطفين في سجونها حكما بالاعدام فيما لا يخفي مسؤولون في الحكومة وقيادات في ميليشيا الميس الانتقالي العداء للصحفيين بتضييق الخناق على تغطية الأحداث في مناطقهم كما ارتكبت انتهاكات مختلفة بحق الصحفيين في مناطق سلطاتهم إذن لم تعد مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة على العاملين في المجال الصحفي باليمن سوى تذكير بمرارة ما يحدث إذ يجد الصحفيون أنفسهم أمام أخطار متعددة وتضييق الأماكن بهم أمام محاولات ممارسة أعمالهم بحرية تامة سنة سنة دين سنة سنة شكرا سنة سنة شكرا